اعلان عودة وصول المياه لخزان التجميع والموازنة اجدابيا والذي ستضخ منه المياه لمدينة اجدابيا بعد نجاح السيطرة على التسرب الذي حدث للمحاطة 370 على خط اجدابيا كان نهاية لمعاناة نقص المياه عن كثير من المواطنين امدالات المياه بمنظومة النهر الصناعي عدت العمل بجهود مكثفة من فرق الصيانة الذين واصلوا الليلة بالنهار لحل هذه المشكلة التي جاءت نتيجة اعتداء احد المواطنين في محاولة لتركيب توصيلة غير شرعية على احد النبيب في الاسبوع الماضي وهذه ليست المرة الاولى التي يحرم فيها الاف البشر من الماء نتيجة لمطامع شخصية من بعض الانتهازيين الذين تجرؤوا على حقوق الاخرين دافعهم في ذلك غياب العقاب الرادع الذي يمنع تكرار وقوع هذه الحوادث فلم يسمع المواطنون في يوم من الايام عن ايقاع عقوبة باحد المخاربين فيما صرح مدير موقع سلوغة طلحية خالد زياني انه موجود على رأس فريق العمل في المحاطة 96 قرب سيد عبد العاطي لتأمين ضخ المياه لخزان عمر المختار بسلوغ ومنها الى محطة ضخ بنغازي لتغذية وزيارة المياه الواصلة لمدينة بنغازي والمناطق المجاورة وصولا الى 280 الف متر مكعب يوميا لتتدفق بقوة الى كافة مناطق واحياء مدينة بنغازي واضعة نهاية لمعاناة المواطنين